أزيد من مليوني مغرب يعاني من سوء التغذية وقرابة الأربعة ملايين مغربي يعاني من العدام الأمن الغذائي الشديد أرقام أزدل سطار عنها تقرير حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم لسنة 2022 ذات التقرير أبرز أن وجود نقص التغذية والإفراط في التغذية في ذات الوقت يشكل عبءا مزدوجا تتحمل العديد من الأسر في المغرب خاصة بالنسبة للأطفال دون سن الخامسة فنسبة انتشار الهزال عند ذات الفئة تصل إلى حوالي 2.6% فيما تقدر نسبة توقف النموم لدى ذات الفئة بحوالي 12.9% لطالما عان الشعب المغربي على مر تاريخ من الجوع رفقه النهب الممنهج من المخزن لثرواته فيما تشير جل التقارير إلى أن الأوضاع تزداد سؤال سيما وأن العوامل الأساسية للجوع تبقى مستمرة